اهلا وسهلا بحضرتكم شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة اصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا بيستخدمها كتير من المستخدمين حول العالم في امور مختلفة لكن في سؤال مطروح دايما ايه اللي بيحصل للحسابات بعد الوفاة ومين هيكون قادر على الوصول الى المعلومات الشخصية الخاصة بيهم وهل هتفضل الحسابات متاحة ولا هيتم اغلاقها وحثفها في النهاية الحقيقة ان مش دايما بيتم اغلاق الحساب تلقائيا بعد فترة من عدم النشاط فعلى سبيل المثال هنلاقي ان الحساب في الفيسبوك بيفضل مفعل لحد ما تم اختاره بوفاة المستخدم اما تويتر بيغلق الحساب بعد مرور 6 شهور من عدم النشاط ولكن طبعا ترك الحساب نشط في بعض الاحيان بيكون مزعج للاصدقاء والعيلة بسبب طبعا الميزات التلقائية زي التذكير باعياد الميلاد خلينا اقول لحضراتكم ان فيه حاجات لازم تتعامل لاغلاق الحساب على السوشال ميديا بعد وفاة الشخص زي اسم الشخص المتوفى ورابط من لفهم الشخصي واحيانا وثيقة هوية وكمان اثبات الوفاة زي شهادة النعي او حتى شهادة الوفاة والدليل على علاقتك بيهم بتجهز كل الورق دوت وبتقدم طلب طبعا للموقع المقتص علشان يغلق الحساب او يعطله لو كنت احد افراد العيلة او من عيلة المتوفي بتقدر بكل بساطة ان انت تغلق الحساب في تويتر عن طريق تقديم طلب ازالة حساب مستخدم متوفى من موقعه على الويب وبعد ما ترسل الطلب هيبعث لك تويتر عبر البريد الكتروني مزيد من الرشادات وهيطلب معلومات عن المتوفى نسخة من هويتك نسخة من شهادة وفاة المتوفى علشان يتأكد بالفعل ان الشخص دوت متوفى وما فيش طبعا اي تلاعب في الموضوع في منصة لينكدين لما بيموت احد الاشخاص قدامه خيارين اما ترك عفوا حسابه مفتوح او اغلاقه وبيسمح لينكدين باغلاق حساب الشخص المتوفى باستخدام نموذج عبر الانترنت وبيطلب الموقع بعض البيانات زي اسم العضو وكمان عضوان للملف الشخصي بتاعه على لينكدين وعلاقة المبلغ بيه علشان يقدروا يحدده اذا كان ليه صلاحية ان هو يطلب او يقدم طلب اغلاق هذا الحساب ولا لا وكمان عنوان البريد الالكتروني للعضو وكمان تاريخ وفاة العضو ورابط الناعي وبمجرد ما بيراجع لينكدين كل الاوراق الموجودة في النموذج اللي ارسلته بيتصلوا بيك بعد كده علشان يأكدوا الاجراءات وبيتم اتخاذ القرار اللازم طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي بتعملوا منصة فيسبوك مع الاشخاص اللي توفهم زي ما قلت لحضراتكم ان في الفيسبوك بيكون الحساب نشط لحد ما يتم تقديم طلب باغلاق الحساب لان الحساب اصبح لشخص متوفه او تحويله الى حساب شخص متوفه فصفحة الفيسبوك بتعمل حاجة اسمها احياء ذكرى لصفحة المتوفه يعني انت لو دخلت على صفحته هتظهر لك كلمة تذكر قدام الشخص وبيقدر الاصدقاء والعيل ان هم ينشروا على الجدول الزمني لصفحة المتوفه لكنهم مش هتلقوا تذكرات بعيد الميلاد ومش هيظهر الشخص المتوفه قصديق مقترح لباقي الاصدقاء المومودين على الفيسبوك وكمان المحتوى اللي تم نشره على الملف الشخصي بيفضل موجود اخيرا انستجرام هنلاقيها زي الفيسبوك بتمنحك خيارين يمكنك من خلالهم احياء ذكرى حساب شخص متوفه على انستجرام او حذف الحساب بشكل رسمي يكل التفاصيل المتعلقة بكيفية تعامل منصات السوشال ميديا المختلفة مع حسابات المتوفين بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء في تخطيرات جديدة